الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموثلين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جئتكم بفكرة جديدة وبنشاط جديد الفكرة دياليوم هي هاد العلبة اسميتها علبة جمع الكورات علبة جمع الكورات هذه العلبة إلى لحظة معي لها درج وهذا الدرج يحتوي على مجموعة من الأشرطة الدائرية التي تحتوي بداخلها على أرقام يعني كل وحدة عندها الرقم أديالها ها هي دي هذه العلبة هذه هي العلبة اللي استعملت علبة ديال الكاظيمة هذه هي العلبة اللي استعملت والنصف ديالعلبة أخرى بحالها النصف صوت به درج والعلبة كاملة صوت بها هاد المكان اللي غادي نستعملو فيه الدرج ديالنا ونوضعو فيه الأعداد هاد الأشرطة تستعمل بهذا الشكل مثلا هنا ستة زائد ثلاثة ستة زائد ثلاثة الوسيلة المستعملة هي هادي مجموعة من الكولل أو مجموعة من الكورات لكم الاختيار إذن هنا مثلا سنقوم بوضع ست كورات رابعة الخامسة والسادسة ثم هنا سنقوم بوضع ثلاث كورات واحدة الثانية الثالثة ثم يقوم الطفل أو التلميذ بجر هذا الدرج ثم يقوم بيعدي الأعداد المحصل عليها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ونكون هنا قمنا أولا بتعريف الأعداد يعني تعرف تلميذ على الأعداد ومن بعد يمثلها ويجمعها إذن قمنا بتلاتة ديال العملية تعرف على الأعداد والتمثيل ديالها ثم الجمع ديالها نجيو دابا لتتيمة الوسائل هنا استعملنا هذا الليساق استعملت الموس القاطع كيتور استعملت الميقص استعملت بالنسبة لهذا الأسطوانتين استعملت هذا الورق الأسطوانة ديال الورق النشاف الذي يستعمل في المطبخ بالنسبة للتغليف ديال هاد العلبة استعملت هاد الورق هاد الورق تنغلفو به ثلاجات الفورن الغسالات عنده واحد الجيهة ها هي دي ممكن نحلوه بحال هكذا ها هو دا لسق مباشرة على أي سطح هذا ورق دي بليكس بابي كارتون هو اللي استعملت في هاد الاشريطة اللي صاوبت اخذت واحد القياس ولسقته باللساق وكتبت فيه العدد المناسب نتمنى تكون الفكرة وصلت ونتمنى تجربوها مع الأطفال ديالكم في المنزل أو مع التلاميذ في المؤسسة هي بسيطة وسهلة واقتصادية وما فيهاش مجموعة من الوسائل لتعرق العملية التعليمية التعلمية ان شاء الله تكونوا بخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نستنى التعليقات ديالكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم ان شاء الله